اشتركوا في القناة المهمة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله وقد توقف بنا الكلام على قول المؤلف رحمه الله فصل في الكتاب والسنة يقول المؤلف رحمه الله أما الكتاب فهو القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذا هو القرآن القرآن الكتاب هو كتاب الله تعالى وهو القرآن العظيم الذي تكلم الله عز وجل به حقيقة وأنزله على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الجبريل ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين يقول رحمه الله بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم فهذا القرآن بحمد الله مجتمل على جميع ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم وفي معاشهم وفي معادهم لكن هذه الدلالة التي يدل عليها القرآن فيما يتعلق بمصالح الناس إما أن تكون نصا وإما إشارة وإما تنبيها وإماء والناس يختلفون في فهم ذلك بحسب تدبرهم لكتاب الله تعالى وبحسب ما آتاهم الله تعالى من العلم الذي يتمكنون به من استنباط الأحكام الشرعية من هذا الكتاب العظيم قال وهو المقرؤ بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا هو الكتاب وهو الدليل الأول من الأجلة الشرعية الثاني قال وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال فالسنة تشمن القول والفعل والإقرار ويزيد بعضهم أيضا من ذلك صفات الرسول صلى الله عليه وسلم المتعلقة بخلقته أو خلقه فيقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية فكل ذلك داقل في السنة يقول وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كقوله إنما الأعمال بالنيات من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأفعاله كأفعاله في الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وأفعاله في الحج وقال خذوا عني مناسككم وتقريراته يعني إقراره فإذا أقر قولا أو فعلا فإن هذا الإقرار دليل على جواز ذلك كقوله كإقراره عليه الصلاة والسلام للجارية التي قال لها أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة فهذا إقرار على القول وكإقراره للرجل الذي كان يختم قراءته بقول هو الله أحد فلما سأله عن ذلك قال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها فأقرأ فالأول إقرار على القول والثاني إقرار على الفعل إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته لكن المشروعية والطلب إنما تكون من القول والفعل وأما الإقرار فإنه يدل على الجواز فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فقوله يدل على المشروعية وإذا فعل فعلا ففعله يدل على المشروعية ما لم يدل دليل على التقصيص أما إقراره على الشيء فلا يدل على أنه مطلوب أو مشروع بل يدل على أنه جائز فالرجل الذي كان يختم صلاته أو قراءته في الصلاة يقول هو الله أحد لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها فأقر ولكن الرسول لم يفعل ذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام يختم قراءته في الصلاة بهذه السورة ولولا أن هذا الرجل في غير زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك لقلنا إنه بدعة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقره على ذلك دل هذا على الجواز والجواز لا يزم منه أن يكون مشروعا مطلوبا قال فالأحكام الشرعية تارة تأخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى وهذا هو النص فالنص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنا واحدا وتارة تأخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي إذن أحكام الشرعية تارة تأخذ من نص الكتاب والسنة أقيموا الصلاة صلوا كما رأيتمون يصلي هذا نص وهو واضح وتارة تأخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي فما دل على العموم اللفظي أو المعنوي فإنه أيضا تأخذ منه الأحكام قال وتارة تأخذ من المنطوق وهو ما دل عليه الحكم في محل النطق المنطوق ما دل عليه الحكم في محل النطق كقوله عز وجل في الوليد ولا تقل لهما أف فالنهي عن التأفيف منطوق وتارة تأخذ من المفهوم وهو ما دل عليه الحكم بمفهوم الموافقة فمثلا ولا تقل لهما أف هذا نهي عن التأفيف إذن من باب أولى أو مفهوم من باب أولى أن ينهى عن الضرب لأن الضرب أبلغ من التأفيف قال وهو ما دل عليه الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساوي للمنطوق أو أولى منه إذن في قوله تبارك وتعالى وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا منطوقه النهي عن انتهارهما وعن التأفيف مفهومه أنه يجب أن يأتي بما يكون مقابلا لذلك من الكلام الطيب وقل لهما قولا كريما ونحو ذلك ما كان مساويا له فإن حكمه يكون كذلك فالتأفيف مثله أيضا الألفاظ النابية الألفاظ الشديدة الألفاظ الغليظة وإن لم تكن منصوصا عليها في الآية الكريمة ولهذا قال إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم الزكاة هذا منطوق مفهومه أن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة والسائمة هي الراعية الحول أو أكثر الحول وخلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله أن الحكم الشرعي تارة يؤخذ من النص وتارة يؤخذ من الظاهر وتارة يؤخذ من منطوق اللف من منطوق اللف وهو ما دل على الحكم في محل النط قال رحمه الله والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى ودلالة تضمن إذا استجللنا باللفظ على بعض معناه ودلالة التزام إذا استجللنا باللفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به نعم يقول الدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام دلالة مطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع معناه ودلالة تضمن إذا استجللنا باللفظ على بعض معناه ودلالة التزام فمثلا في قوله عز وجل وأقيم الصلاة دلالته على وجوب الصلاة دلالة مطابقة ودلالته على وجوب الطهارة دلالة تضمن ودلالته مثلا على وجوب ما يتعلق بالصلاة من المكان وغيره دلالة التزام فكل هذا من أنواع الدلالة الدلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع معناه ودلالة تضمن وهي دلالة اللفظ على بعض معناه أو على جزء من معناه ودلالته ودلالة التزام فمثلا لو أن شخصا بنى بناء فدلالة هذا البناء على جميع ما فيه دلالة مطابقة ودلالته على بعض الغرف والأجزاء دلالة تضمن ودلالته على وجود صانع وبان دلالة التزام ثم قال المؤلف رحمه الله فصل الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو على الإباحة والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على أنها للكراها الأصل في الأوامر شرع المؤلف رحمه الله في بيان الأصل في الأمر والنهي فالأصل في الأمر الوجوب فإذا أمر الشارع بأمر فالأصل في هذا الأمر الوجوب إلا أن يدل الدليل على أنه للإستحباب كذلك أيضا أو للباحة كذلك أيضا النهي إذا نهى الشارع عن شيء بأن قال لا تفعلوا كذا ونحوه فالأصل أن يحمل هذا النهي على التحريم إلا إذا دل الدليل على أن هذا النهي ليس للتحريم يعني ليس نهيا جازما وإنما هو للكراها فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك الأصل في قول سمي الله أن الأمر للوجوب وهو كذلك وكل بيمينك وجوب الأكل باليمين وكل مما يليك وجوب الأكل مما يليه هذا هو الأصل وفنحمل الأوامر في هذا الحديث سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك نحملها على الوجوب لأن الأصل في الأمر الوجوب كذلك إذا ورد نهي فإننا نحمل الأصل في هذا النهي على أنه للتحريم كقوله عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا بالشمال نهيه عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال ثم علل ذلك وقال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فالأكل بالشمال محرم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولأنه من اتباع خطوات الشيطان ويؤيد أيضا أنه للتحريم أن رجلا أكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه فهذا يدل على أن النهي بالحديث السابق للتحريم لأن هذا الرجل الذي أكل بشماله عوقب ولا عقوبة إلا على فعل محرم أو على ترك واجب قال والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز قال والأصل في الكلام الأصل هنا بمعنى الراجح كما تقدم فتقدم في أول التعليق على هذا الكتاب أن كلمة أصل تطلق على معاني منها الراجح وضربنا مثالا لذلك بقولنا الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز يعني الراجح في الكلام الحقيقة للمجاز قال فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به يعني إن قلنا بالمجاز وقوله إن قلنا به يشير إلى الخلاف وأن المجاز مختلف فيه وهو كذلك فقد اختلف العلماء رحمه الله في ثبوت المجاز في اللغة هل في اللغة مجاز أو لا اختلفوا بذلك اختلافا كبيرا طويلا وأكثر علماء اللغة والبلاغة والمعاني يرون إثبات المجاز يرون أن المجاز ثابت وبناء العلماء من علماء الشريعة من يرى أن المجاز لا حقيقة له ولا وجود له ومن هؤلاء يعني الذين أنكروا المجاز وشنعوا على من أخذ به أو من قال به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه بن القيم والذي جعلهما رحمهم الله يشددان في ذلك أن كثيرا من علماء الكلام وأهل المنطق توسلوا وتوصلوا بالمجاز إلى إنكار صفات الله عز وجل أو إنكار حقيقتها أو ما دلت عليه وما دام أن هذا المجاز يكون وسيلة إلى إنكار صفات الرب عز وجل فقد تقدم فقد تقدم أن الوسائل لها أحكام المقاصد فوسائل المحرم تكون محرمة قال إلا إذا تعذرت الحقيقة إذن الأصل في الكلام الحقيقة فإذا قلت فإذا قلت مثلا رأيت أسدا فالأصل أن يحمل على الحيوان المعروف ولا يحمل على الرجل الشجاع إلا بقرينة لا كما لو قلت رأيت أسدا يقاتل الأعداء فحينئذ يتعين أن يحمل الأسد على الرجل الشجاع قال رحمه الله والحقائق ثلاث شرعية ولغوية وعرفية فما حكم به الشرع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي وما حكم به ولم يحده اكتفاعا بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم الحقائق ثلاث حقيقة شرعية وهي ما له وهي أعني الحقيقة الشرعية ما لها معنا في الشرع أو ما جعل لها الشارع معنا كالصلاة والصلاة شرعا لها معنى وهي العبادة المعروفة ذات الأقوال والأفعال التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم فإذا وجدنا مثلا كلمة الصلاة لا نحمل الصلاة على الدعاء لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء قال الله عز وجل وصلي عليهم أي أدعو لهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم فإذا وجدنا مثلا كلمة الصلاة في نصوص الكتاب والسنة فإننا نحملها على الصلاة المعروفة المعهودة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك فإننا نحملها على ما دل عليه الدليل من المعنى اللغوي ففي قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة نقول أقيموا الصلاة المراد الصلاة المعروفة وأيضاً إذا ورد لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نحمل صلى يعني على الصلاة المعروفة ولا نقول إنه صلى بمعنى دعا كذلك أيضاً الحج والصيام يحمل على المعنى الشرعي وما لم يرد حده في الشرع فإنه يرد إلى معنى اللغوي يرد إلى المعنى اللغوي ولهذا قال وجب الرجوع فيه إلى اللغة فمثلاً الدابة لفظ الدابة لها معنى يعني الدابة لها معنى في اللغة ولها معنى في العرف فالدابة في العرف هي ذوات الأربع كالجمل البعير والخيل الحصان والحمار والشات ونعوية هي تسمى دابة أما في اللغة العربية فإن الدابة هي كل ما دب على وجه الأرض سواء كان من ذوات الأربع أم من الزواحف قال الله عز وجل والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع فتبين هنا الفرق بين المعنى اللغوي وبين المعنى العرفي وما الأصل في ذلك الأصل أن نحمل كل كلام على عرف ناطق به هذه القاعدة في الحقائق الثلاث الشرعية واللغوية والعرفية الأصل أن نحمل كل كلام على عرف أن ناطق به فإن كان الناطق بهذا الكلام هو الشارع حملناه على المعنى الشرعي وإن كان الناطق به هم أهل اللغة حملناه على المعنى اللغوي وإن كان الناطق به هم أهل العرف حملناه على المعنى العرفي فمثلا إذا وجدنا كلمة صلاة زكاة حج صيام في نصوص الكتاب والسنة تحمل على العبادات المعروفة الصلاة المعروفة الزكاة المعروفة الصيام الحج لكن لو وجدنا كلمة الصيام في كلام أهل اللغة فإننا لا نحملها على الصيام المعروف وإنما نحملها على معنى الصيام في اللغة وهو السكوت والإمساك ومنه قول الشاعر خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة خير صيام يعني ممسكة فلا نقول خير صيام أنها صائمة ممسكة عن الأكل والشرب لا بل نقول خير صيام أي ممسكة وخير غير صائمة كذلك أيضا لفظ الدابة كما سبق إذا وجدنا لفظ الدابة في اللغة العربية أو في كلام علماء اللغة نحملها على كل ما دب على وجه الأرض وإذا وجدنا ذلك في العرف يعني في عرف الناس وفي كلامهم نحمله على ذوات الأربع فالقاعدة أننا نحمل كل كلام على عرف الناطق به إن كان الناطق به من أهل الشرع حملناه على المعنى الشرعي وذلك فيما نجده في نصوص الكتاب والسنة أو في كلام الصحابة وإن كان الناطق به من أهل اللغة كما لو وجدنا قصيدة أو كلاما منثورا لأحد الأدبة فما فيها من معاني يحمل على اللغة وإذا كان الناطق من أهل العرف أو من عامة الناس فإنه يرجع إلى المعنى العرفي قال المؤلف رحمه الله وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وإلى عرفهم فما لم يرد فيه حد شرعا أو لغة فإنه يرجع فيه إلى العرف قال وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوها ونحوهما فأحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقه في كل تصرفاته الفقهية يقول المؤلف قد يصجع الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف وذلك أن العرف بالنسبة للأحكام الشرعية على ثلاثة أقسام القسم الأول ما أمر الشارع بالرجوع فيه إلى الشرع ولم يعتبر العرف في ذلك وذلك كالإرث فالمرجع في الإرث إلى الشرع ولا اعتبار للعرف يعني أعراف الناس في ذلك وكذلك أيضا الولاية ولاية التزويج المرجع فيها إلى الشرع ولا يرجع في ذلك إلى العرف القسم الثاني ما نص الشارع على أن الأمر فيها يرجع إلى العرف وإن شئت فقل ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف كالعشرة بين الزوجين والنفقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف ما هو المعروف ما تعرف الناس عليه ما هو المعروف الذي يؤمر به هو ما عرفه الشرع وأقره وتعرف عليه الناس من الأخلاق الحميدة والصفات النبيلة القسم الثالث ما سكت الشارع عنه بحيث أنه لم يأمر فيه بالرجوع إلى الشرع ولم يحد شرعا ولم يأمر بالرجوع فيه إلى العرف فحينئذ يرجع فيه إلى العرف كالحرز يعني الحرز في باب السرقة الحرز ما العادة حفظ المال فيه ما ضابط الحرز الجواب الشرع لم يرد بتحديد وتقدير للشرع وإنما سكت عنه فيرجع فيه إلى الشرع وحرز المال قال العلماء ما العادة حفظه فيه فردوا الأمر فيه إلى الشرع وقالوا وحرز المال ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه إذن نقول الشرع العرف بالنسبة للشرع على أقسام ثلاثة القسم الأول ما جعل الشارع المرجع والمرد فيه إلى الشرع ولم يعتبر العرف كالإرث وأقسام الإرث قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر بثنو حظ الأنثين الأمر الثاني ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف كالعشرة بين الزوجين والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه فيرجع فيه إلى العرف وقد أشار المؤلف رحم الله إلى ذلك بقوله وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم هذا هو القسم الثالث وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف وهذا هو القسم الثاني وقد يصرح الشارع ولم يذكر المؤلف بإرجاع الأمور أو الأمر إلى الشارع كما تقدم في قسمة المواريث فمثلا لو فرض أن بلدا من البلدان أو جماعة أو قبيلة تعارفوا على أن النساء لا يرثنا أو أنهم يحرمون النساء من الإرث وقالوا هذا عرف جار عندنا فيقال هذا العرف باطل لا عبرة به لمخالفته للشرع ثم قال المؤلف رحمه الله ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة وذلك أكثر النصوص شرع المؤلف رحمه الله في بيان دلالات الألفاظ فالألفاظ قد تدل على العموم وقد تدل على الخصوص وقد تدل على الإطلاق وقد تدل على التقييد قال نصوص الكتاب والسنة منها عام والعام في اللغة بمعنى الشامل وأما الصلاحا فهو اللفظ الشامل لجميع أفراده هذا هو العام اللفظ الشامل لجميع أفراده فإذا قلت مثلا إذا قلت لك أكرم الطلبة هذا لفظ شامل عام لجميع أفراده لو فرض أن الطلبة عشرون طالبا واجب عليك أن تكرمهم جميعا لأن قولي أكرم الطلبة لفظ شام لفظ عام شامل لجميع أفراده وأجناسه ومن يكون تحته قال منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس وأنواع أو أفراد كثيرة قولي أجناس أو أنواع أو أفراد بل فرق بين الأجناس والأنواع والأفراد نقول الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا هذا هو الفرق إذن الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا فمثلا الحبوب جنس منها البر والشعير والذرة هذه أنواع ثم البر أيضا أنواع والذرة أنواع هذه أفراد فعندنا الآن الحبوب جنس البر الشعير الذرة أنواع البر أيضا يتنوع فكل فكل فرد من الأفراد يسمى فردا وقد يكون الشيء وقد يكون الشيء جنسا باعتبار ما تحته ونوعا باعتبار ما فوقه فمثلا قلنا الحبوب جنس قد تكون الحبوب نوعا إذا قلنا مثلا إن الحبوب نوع من الطعام فالطعام جنس يدخل فيه الحبوب واللحوم وغيرها وهكذا قال ومنها خاص يعني اللفظ الخاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد هذا هو الثاء المقابل للعام الخاص وهو اللفظ الدال على محصور أو على شيء معين يقول يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما وحيث ظن تعارضوهما خص العام بالخاص إذا لم يتعارض العام والخاص فيحمل العام على عمومه والخاص على خصوصه ويقال إن الخاص داخل في العام وأما إذا حصلت تعارض بينهما فحينئذ يقول المؤلف وحيث ظن تعارضوهما خص العام بالخاص فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا لفظ عام يشمل كل داخل ويشمل كل وقت فبناء على هذا الحديث نقول من دخل المسجد في أي وقت فإنه يصلي تحية المسجد لكن هناك حديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس فكيف نجمع بين هذا وهذا الحديث الأول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام وقوله لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر خاص يقول المنلف حينئذ خص العام بالخاص فيقال في لا صلاة بعد العصر يقول هذا أنه ليس على عمومه وإنما هو عام مخصوص خص بقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وكذلك أيضا في قول لا صلاة بعد الفجر فنخصص العام بالخاص ونقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر وعن الصلاة بعد العصر عام مخصوص خص منه هذه الصورة بل خص منه كل ما كان له سبب قال ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر فيحمل المطلق على المقيد المطلق هو ما دل على الحقيقة من غير قيد والمقيد هو ما دل عليها بقيد فالمطلق والمقيد يقول مقيد بوصف أو قيد معتبر فيحمل المطلق على المقيد ولكن هذا أعني حمل المطلق على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب فإنه يحمل أحدهما على الآخر أما إذا اختلف في السبب والحكم فلا يحمل أحدهما على الآخر إذن حمل المطلق على المقيد إنما يكون فيما إذا اتفق سببا واتفق أيضا حكما أضرب مثالا لذلك قال الله عز وجل في سورة النساء وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَاقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ فقال فَتَحْرِيرُ رَاقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ذكر الله عز وجل في كفارة اليمين قال لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارتهم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ولم يقيد الرقبة بالإيمان كذلك أيضا في الظهار لما ذكر الله عز وجل العتق رقبه لم يقيد ذلك بالإيمان والرابع أيضا في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهر رمضان قال هل تجد رقبة؟ قال لا ولم يقيد ذلك بالإيمان فإذا نظرنا إلى هذه الكفارات الأربع وجدنا أن الله عز وجل قد قيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل ولم يقيدها بالإيمان في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في نهار رمضان فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول إنه يشترط في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة أو لا نحمل ذلك ونقول نطلق ما أطلق الله ونقيد ما قيد الله أكثر العلماء رحمه الله على التقييد وأن المطلق في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في نهار رمضان يحمل على المقيد فيجب أن يعتق في اليمين رقبة مؤمنة ويجب أن يعتق في الظهار رقبة مؤمنة ويجب أن يعتق في كفارة الجماع رقبة مؤمنة قالوا حملا للمطلق على المقيد وأيضا أيد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة فقوله فإنها مؤمنة هذا فيه تنبيه وإيماء من الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه لا ينبغي أن تعتق الرقبة إلا إذا كانت مؤمنة لأن عطق الكافر قد يكون فيه ضرر على المسلمين من حيث أن هذا الكافر ربما ذهب إلى الكفار وصار عونا لهم على المسلمين فالمهم أن حمل المطلق على المقيد إنما يكون فيما إذا اتحدى في السبب والحكم قال ومنها مجمل ومبين في قول المؤلف رحمه الله ومنها مطلق ومقيد إذا قال قائل ما الفرق بين العام وبين المطلق كيف أعرف الفرق بين العام وبين المطلق فالجواب أن بين العام والمطلق أن بينهما فروقا منها أولا أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي وأضرب مثالا يوضح ذلك فإذا قلت لك أكرم الطلبة وهم عشرون وجب عليك أن تكرمهم جميعا ولا يجوز أن تخص بعضهم دون بعض أو أن تعطي بعضهم دون بعض هذا عام لقول أكرم الطلبة ولو قلت لك أكرم طالبا فطالبا هذا مطلق لقلت أكرم طالبا من الطلبة وهم عشرون لو أكرمت الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع لكنت قد امتثلت فهنا يظهر الفرق بين العام وبين المطلق فالعام عمومه شمولي وأما المطلق فعمومه بدلي الفرق الثاني أن العام يصح الاستثناء منه فتقول مثلا أكرم الطلبة إلا زيدا أو أكرم الطلبة إلا الكسلان لكن المطلق لا يصح الاستثناء منه فلا يصح أن تقول أكرم طالبا إلا طالبا أو أكرم طالبا إلا زيدا إلا إذا كان الاستثناء هنا منقطعا إلا كان منقطعا الفرق الثالث أن العام يقابله الخاص ويرج عليه التخصيص والمطلق يقابله المقيد ويرج عليه التقييد فهذه ثلاثة فروق بين العام وبين المطلق الفرق الأول أن العام عمومه شمولي بمعنى أنه يجب أن يشمل جميع الأفراد وأما المطلق فعمومه بدري فأي واحد من هؤلاء أعطى أو أكرم حصل الامتثال الفرق الثاني أن العام يقابله الخاص فيريد عليه التخصيص وأما المطلق فيقابله المقيد فيريد عليه التقييد والفرق الثالث أن العام يصح الاستثناء منه فتقول مثلا أكرم الطلبة إلا فلانا أو إلا زيدا ونحو ذلك أما المطلق فلا يصح أن تقول أكرم الطلبة إلا طالبا اللهم إلا إذا كان ذلك على وجه الاستثناء المنقطع يقول المؤلث رحم الله ومنه مجمل ومبين فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه المبين عن الله ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها فيجب إرجاع المتشاب إلى المحكم المجمل والمبين المجمل هو الذي يحتاج إلى إضاح وبيان والمبين ما لا يحتاج إلى إضاح وبيان فما أجمل من الأحكام الشرعية يرجع في بيانه إلى ما بين فمثلا قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة أمر الله تعالى في هذه الآية بإقام الصلاة ولكنه سبحانه وتعالى لم يبين صفة هذه الصلاة فهذا لفظ مجمل كذلك آت الزكاة لفظ مجمل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا الإجمال بينه بقوله تارة وبفعله تارة وبهما تارة أخرى فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة وكيفية الصلاة بقوله وذلك كما في حديث المسيء في صلاته حينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فصلى صلاة لا يطمئن فيها فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فردده ثلاثا فقال هذا الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغي الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن الحديث هذا بيان لصفة الصلاة بالقول وقد بيّنها أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله كما في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي فإنه صلى والصحابة شهدون صلاة ثم أمرهم بأن يصلوا كصلاته وهذا بيان بالفعل وقد يكون البيان بالأمرين معا أعني بالقول وبالفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر فكان إذا أراد أن يستد نزل فسجد فقال بعد ذلك إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي فتبين بهذا أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما أجمل في النصوص الأخرى من الكتاب والسنة قد يكونوا بيانا بالقول وقد يكونوا بيانا بالفعل وقد يكونوا بالأمرين معا كذلك أيضا الزكاة وآت الزكاة لم يبين الله عز وجل في هذه الآية آت الزكاة ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة وما مقدار ما يجب في كل مال لكن السنة بيانت ذلك بيانت أن الزكاة إنما تجب في أربعة أنواع وهي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض من الحبوب والثمار وعروض التجارة والنقدان وهما الذهب والفضة وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا إلى أنصباء ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة وبين الأنصباء فيما يتعلق بهيمة الأنعام أن أقل نصاب في الإبل خمس وفيها شات وأقل نصاب في الغنم أربعون وفيها شات وأقل نصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة يقول المؤلف رحمه الله وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه المبين عن الله تعالى ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم ونؤجل الكلام في المتشابه والمحكم إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر